اشاد وزير الخارجية الكويتية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح بالسياسة الخارجية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا والتي ساهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين الفاعل في محيطها العربي والاقليمي والدولي فضلا عما تقدمه من جهود لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك وخلال استقباله رئيس البرلمان العربية السيد عادل العسومي اشاد الوزير الكويتي بما حققته مملكة البحرين من نهضة مضطاردة بفضل قيادة جلالة الملك المفدى والتي انعكست في تحقيق الاستقرار والتنمية والسير بخطى حثيثة نحو مسيرة انجازات كبيرة كما تم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الكويت بالبرلمان العربي خدمة للقضايا والمصالح العربية المشتركة